السلام عليكم كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال من حلال الفيديو ان شاء الله غنزونكم على مجموع من الاسئلة اللي قد تطرح لي في القناة او اللي في الانستغرام كيف ماشتوا من العنوان كيف قلت لكم غادي نحضروا على جزء نقاط اساسية بنسبة الناس ديال الاريس بخانسيبال غادي نقول لكم كيفاش طريقة تعرفوا النتيجة بياسوغوا كيفاش تسجلوشنا ملوطائق المطلوبة كالي الحد الان بقيتالف معه شنا ملوطائق منين غا يجيبهم وكيفاش غادي نفع ثانيا غادي نشوفو الناس ديال الاريس داتانت الناس اللي ملقاوش يعني راسهم في اللائحة الرئيسية ما مقبوش وكينين اللي بدووك يفقدو الامال كيكوك انا جبتم زيان الى اخره ملقيت اسميتي انا ما مقبوش خصصا بحلقة الناس ديال البيس سي اسفتي يعني الشعب الاخرى كيلقوا راسهم جيبين مزيان وما متقبلوش دونك هادو غادي نجوبكم الاسئلة للكم يعني وشكين اعمالو لله في الليز داتانت حتراه باقي الليز داتانت غادي تعلقو من بعد يعني حتى ولما تقبلش فلاليس بخانسي بلا لا ممكن تقبل من بعد مهم يعني هادو غادي نحضروا لهم من بعد وكيفاش هاد المرحلة عوتاني اللي مهمة هي ديال تتبع لوائح انتهدار حان واحد كيوصلو ليه وما كيشوفاش ما كيعرش طريقة انه وما عرش طريقة كيفاش وكيتش مشي ليه بلاسوك اوضوه باللمورة دونك هاد الشي را مهم وخاسكم تبقوا ليما تدخلو الليز ديال تبتبعدك شي لي قيت لكم قبل ما بدو الفيديو ديالنا لك انتي اول مرة كتشوف القناة ما تنسوش تشاركو بش يوصلكم اي جديد ولكن شي معلومة تقسمة معكم عندكم شي سؤال الى اخره وخليوا ليه في كومنتر نقطة نوت دو سيلكسون ديالكم شحال هاكا كنشوف انا يعرف لانوت دو سيلكسون ديالكم ونجاوبكم الى سؤال ديالكم مش كين اعمال ولا بقي مراكيش وويدا اي مراكي الامل فبنسبة للليز داتانت الناس اللي عندهم نقاط مزيانة دونك هاد الشي غا نشرحو من بعد بالديطاي من بعد طوك هنا دا بغا نحضروا لنا لليست خانسي بال كيفش غا يشتوفوا النتيجة كتجيو هنا يلما سار مني كتدخلوا الهادي دراسات ما بعد الباكالوريا كتشوفوا كتدروا تتبع طلابي طوك هتخرج لكم هاد الصفحة ستاتو ديال بنسبة لها التلميذ اراها انكوخ طوك ما مقبولش فلا ليست خانسي بالندي الطريقة اللولة كيفش كتعرفوا النتيجة وكاتعطيكم هنا النوت دو سيليكسون نوت سيليكسون هنا طريقة تانية وهاد نوت سيليكسون را موهيم مع را هادي كاتعطيك فكرة الى انهم في نواصلين واش عندك حضوط كبيرة اهو للا باش تقبل المرة الجاية ان شاء الله هلو غا غا ندخلو هنا كيف قيت لكم لسيت اوفيسيال ديال لكلاس بخيبا هنا يا كنديرو كونسولتي لريزولتات دوتو لسانتر دونك هوا هادا باش كتشوفوا ريزولتات كنجي هنا متلان كنختار لسانتر ليد فاتيلي هنسا متلان بالنسبة لها التين ميد وجدا كتتأكد هنا متلان دافع تي اس اي ولا لس بخانسي بالي انه ده بالحد الان خرج غيلا لس بخانسي بالتخنش اللولة والتانية والتاترة بقى مخرجش واختكلي كوالا شوفو هنا ايا تنك هنا كتقلب على اسميتك اللي لقيتها راك مقبول ما لقيتش راك مقبولش تنك هبت هنا ايا هنا ايا شتو عندكم واصل مني وتمينية وتلعتين قبول هادو باك تكنيك اليكتخيك هانتو مقبول هابتين هابتين كشفو هوا هادو مية وعشرين وتهز شفتو دوك هادي مهم ها وواحد ادنا هنا مية وجوج مية وجوج يعني بالنسبة ليا انا هاتين ميد اللي عندو اللي عندو هادو هادي مية براح قريب يعني قريب يوصلو لي هادو باك تكنيك اليكتخيك إلا جينا اللحضو غنشوفو غيزولت اخرين بالنسبة لصحاب سيانس فيزيك اللي عندو مفليغ ديالوم فيزيك باك فيزيك ودفعو ال MPSI متالا فكاظر ياك غجيو غتلقوا فرق كبير شوفو هنا في نواصلين تخيلو من مية وجوج هنا مية وثمانية وتماني الناس اللي مقبولة يعني النوت دو سيلكشن ديالوم هادو طالبي النوت دو سيلكشن عالية يعني إلا لاحظو هنا تشوفة ديالباك تلعب دول يعني إلا جيب في الباك ديالك سبعتاش ولا ستاش في الباك ديالك وكان عندك باك باك باسي رمشي هو باك إلكتخيك تكنيك إلكتخيك ولا سيانس مات إلا كنتي مثلا عندك سيانس مات غي تناش أو لا تلتاش راح كين فرق يعني قدر تهز ومو ستاش ما يتهز في الباك اللي عندو باسي وش هامتو يعني هنا كيدروه واحد الحساب ديالهم ديالوم هما كيدربو في معاملات إلى آخيري حتى كيعطيهم هاد نوت دو سيلكشن وكتبذل يعني من شعبة لشعبة كانت من الأمر تكون واضحة طنك هاد شي بخصوص النوت دو سيلكشن غادي ندوزو ذا باللناس اللي مقبولين قدناش ناهو الدو سيلي غايجيبوه بزاف تاني ما عارفو شو حلو كي سولوني منين غايجيبو الدو سيلي غادي تسجلو كيفاش طنك هنا كيقول لك غادي تختار لغيجيون ديال اللي تفاتيلي ها وتختار لسانتخ مثلا هنا هاد دكتر يبقاو فوجدا ياك وغنديرو اكسي دي بوسيت ديال هاد لسانتخ اللي تفاتيلي هنتا ها هو غادي نجيبو ليه هادا كيعطي كل شي دكشي لي خاسك قاعدو كل وطائق اللي خاصين لك هادو كيعطوهم لكم طوك هنا هاد لالاتخ هادي المذكيرة الوزارية اللي كاتخدر عليه تسجيل كانت خرجت من الفين وثلتاش ديما نفس الحاجة كي تلبوها نفس الوطائق هادو نرجع لنسل الصفحة هي هادي وتأكل مقبولين شهدت البكالوريا نسخة ديال بك مصادقة عليها بيانت النقط اللي اعطوهم لكم يعني المصادقة عليهم الاكاديمية الطابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين نسخة ديال البطاقة الوطنية ربعة تصور التزام قد تقولين التزام رقم واحد مصادق عليه مين غنجيبه بعد الطلاع على النظام الداخلي يعني النظام القانون الداخلي اللي عندكم غاديت هو هاد غاديت تقطع لي غاديت وتقرأوه مزيان وهذا القانون الداخلي الاقسام تحضيرية فيه اه اشحام الصفحة فيه ست الصفحات وكتجي وكتعمر المعلومات ديالك وكتبشي تصادق عليه في المقاطعة تكليزي واضحة يعني هاد شي كتزيده مع الوطاق اللي تلبولك ثم البطاقة تسجيل خاصة بالتلميذ بطاقة تسجيل ها يقين الافيش دون الافيه هادي كتعمر المعلومات ديالك كتدفع هادي ضروري ثم هاد هاد منسبة الرغلومات انتريير دو الانترنة نافي غد في الداخلية غد ضروري تخرج هاد هاد دوسيه ديالرغلومات والدوسيه دو الانترنة ها ما تلبينهم لكم وعادة باش كتزيدوا حد شهادة طبية غنرجعوا الوطاق هاي إلا ما كتيش غدير انترنة ههنا كافي إلا كنت غدر الداخلية عندك غدد شهادة طبية طلب الايواء اللي برزكم وبطاقة المراسلة طنك هادو كاملين كينين فلوسيه كعتمنا تكون الامر واضح الواجبات ديال تسجيل هما هادو منسبة الناس اللي غادي فهمتو كين الرسم ديال تسجيل بوحدهم المبلغ ديال الداخلية هادو اللي خستكم تقول اللي عندهم لانتغنة طنك خلصو تاهم طنك هادو ما الواجبات ديال تسجيل هادو 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 زون ناس ديال اللي سداتانس بش ما نطولش فيديو فا اه كتعرفوا غادي ترجعوا له هادو المذكيرة اللي نظمت لينا لتسجيل التواريخ المهمة طنك اللي سد بخاسيبال إلا ما تسجلتوش من ثلاثة حتى الحداش يوليوز بشاهد لكم بلاسة بطناء من تسعود تلتناش من تسعود تلتناش من تسعود تلتناش تلتناش ديال الواتايق هام ما عاد لكم من ثلاثة حتى الحداش يوليوز ما تسجلتوش بش هادو لكل مكان ديالك وغادي اوضوه بلا ليسداته بش كونو واضحي من بعد كجي تخنش اللولة هاي فترة زمنية هاي كديرو لكم من ثمانتاش يوليوز هادو هوا البدائف الليو اللي خرج عقل تولي هوا هادو كاتمشيو كاتدخلو في التاريخ المحدد هذيرا نقطة مهمة كاتدخلو تاني الماسار كاتاوكم واحد الخانق هادو شيرا غادي نشرحو لكم بالطبت كاتدخلو اللولا كاتتخرج لك ديال إلا كنتي في ترانش اللولا مقبول فيها مثلا في ذيك الفترة اللي تلبو لكم ديال تسجيل كاتدير سو بخيانسكريخ شنو معنا؟ هاد سو بخيانسكريخ كاتتخرج لك فوح البيطاقة بالخضر يعني غيف لانترنت كاتتريزير في بلاسك صافي؟ ومني كاتدوز في انتقه وكاتدوز في انتقه وكاتولي مقبول بصيفة نهائية كاتمشي كاتسجل هاي سوف نشرح لكم بالضبط أنه سوف تغيير هذا العمر سوف نعلمكم بها هذه المرحلة المهمة لاليست داتانس سوف تقول لي كيف كان أمل أم لا كان أمل أم لا لماذا؟ لأن الاليست أغلبية يكونوا إلى مدارس أخرين لا أقول لكم الأغلبية ولكن كان فيهم عدد كيف يفضل مدارس أخرى مثلا كليات أخرى بحل كليات الطيب يجي رغض يخليه بلاسه اللي مهتم بيان صغب الطيب كاللي كتجي شي مدراسة كان كيتسناه بحل الانسام كاللي كي هز الميل في ديالو لقب الانسام وكيمشي كيتسجل في الانسام هو ما فيه اللي بقى يدر في الكلاس بخير باقرة عامين وهذا بشي دووزة لكون كورسي انتسي وشوفو شي ديجي بمدراسة عليا ولالله يعني كل شي يميدوا بتفكير ديالو فاش كي اخوه ودوك البلايس كي عايتوا لالناس ديالاليس داتانت طرنش اللولا التانية التالتا بالنسبة لبتالتا حتى الناس اللي كانوا ما جاوش المرة اللولا فالاليس بخانسيبال ومشاتي اليوم الوقت ومدفعوش عندهم الحق يجيوا مع أصحاب ديالطرنش اللولا وكتوليهو ما عندهم الأسباقية هالي نزيدا لكم معلوم سافي مني كي علقوا الطرنش اللولا الطرنش التالتا باردون سافي كي هزو داك شي اللي خاصم وكي حبسو ونعطيكم معنا الدليل مهم ديال داك العام بالنسبة لداك العام رابقاو كي هزو تا شهر حداش ووصلو هانتو ما ديال هادي ديال الفين وفشرين يعني هناك نقول لكم هنا التتبعره مهم هاي لائحة انتظار يعني هزو وخوهو ثاني البلايس وعاودو عايتو لهاد التلابت هانتو ما فشهر حداش نهار ثلاثة يعني تابدو القرية ونسح بوشي وحدين لانها فشهر تسعود كيكونوا باقي المدارس كيعلقوا لليس الداتانت يعني ما كيكونش وحت تنسيق بيناتهم وكي اللي كيكون تقبل في الكلاس بخيبا غطواء وكان فلائحة انتظارية فجتا شهر تسعود وتقبل فلائحة انتظارية دين دراسة اخرى او لكلية طيب الى اخيري لما شهر تسعودو العشرة كيسحب الباك ديالو وكيخلي بلاس صوت هما منك يجمعوا ذاك البلايس راكيب قوي هزو هزو تشهر حداش يعني كين اعمال وغادي تشوفوا كيف قلت لكم ذاك القادية ديالا ليس بخانسيبون شوفوا النقطة نقطة الانتقاء في نوصله إلا كنتين تقدمك انت قريب لهادك نقطة الانتقاء اللي واصلي للاخرانية يكون عندك اعمال كبير ان شاء الله بإذن الله انك تدوس صويرة خراثة هي هادو ديال الشعبة ديال علم فيزيائية هادو تقريبا كيكونوا يعني معدل ديال باك عندما بين 16 علم فيزيائية و 15 هاي هادو شو نقطة الانتقاء وصله لل 168 ودائما كيف قلت لكم ارا العلم فيزيائية اللي هندو باك علم شعبة علم فيزيائية ارا كتكون ديال من نقطة ديالهم نقطة في الانتقاء كبار بزاف من الناس ديال سانسماات وباك التكنيك ما شكون عندكم مالوما يعني ما خلوكم شاد نقطة لكن شانسماات ولا هادو ارا كلها شعبة على حسب شعبة كيفور ريجكم في الاليست بخانسيبون اللي خرجوا هادو العام راكم شعب كان لديكم شي سؤال خلو ديال في كومنتر بالتوفيق نتمنى ما اتواجه لكم فيديو مرة جاية نجاوكم للأسئلة وفيديو اخر الى اللقاء اشتركوا في القناة